اشتركوا في القناة هذه السنة التي تفسر لنا كتاب الله عز وجل وتوضح لنا كيف نعيش في هذه الارض عبادا لله اسيادا فوق هذه الارض اعزة بعزة الله لنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين اذل على المؤمنين اعزة على الكافرين رحماء بيننا يجب ان تكون الرحمة بيننا هكذا وضح لنا القرآن وبينت لنا السنة المطهرة الكنز الذي معنا اليوم يقول فيه حبيبنا صلى الله وسلم لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا هذا حديث من حديث اعمال القلوب القلب له نبعان او مصدران يتغذى القلب من احدهما اما مصدر يغذي جوانب الاخرة وبالتالي جوانب الحالة الدينية والعقدية والفقهية والوسلوكية واما جانب اخر نهر يأتي برافده يعني يغذي الجانب الدنيوي فيجعل الشرح والحرص والطمع والحسد والحق والتعالي على الناس والرياء والكبر والعجب هذا نهر او هذه مياه راكدة فاسدة اما النهر الاول وهو نهر الاخرة يضح في الانسان التوقد التوقد اليقين الصدق الاخلاص الثقة بما عند الله سبحانه وتعالى الركون دائما في صغير الامر وكبيره لله عز وجل الولاء لله سبحانه وتعالى البراء مما من كل من يكره الاسلام او يعادل الاسلام هكذا رافض الخير يأتي الكنز الذي معنا اليوم في قضية التوكل فيه كما تعلمون احبة فلا مشاهدين ومشاهدات ابنائي وبناتي يعني فيه توكل وفيه تواكل فالتلميذ الذي يستذكر دروسه يحضر محاضرات مدرسيه وحصصهم ودروسهم وشرحهم يذاكر درسه اولا باول يراجع واجباته اولا باول هذا انسان يدخل الامتحان وهو ربما عنده شيء من الوجل او الخوف ان لا يوفق لكن عنده ثقة انه ان شاء الله رب العالمين سوف ينجح ويتفوق نتيجة انه تعب هذا هو التوكل يعني هو عمل غرس الاسباب عمل زي الفلاحة الذي يبذر البذرة ثم يرعى الارض يسقيها ويرويها ويتعهدها بالرعاية حتى ينبت النبات بمجموع الجدل ومجموع الخضر ثم تؤتي اكلها كل حين باذن ربها هذا هو التوكل التوكل ان يذهب الصياد الى البحر ويلقي شباكه متوكلا على الضاية سبحانه تعالى ربما على مدى ساعات طويلة او يوم او يومين لا يجد سمكة واحدة وربما في لحظة واحدة تمتلئ شبكته وقاربه بما يعني رزقه الله من اللحم الطريق في هذا الرزق الوفير في هذا البحر مما خرق رب العباد سبحانه تعالى هذا هو التوكل يعني التوكل مبني على الثقة في الله ثم العمل التوكل هو انسان يعني زي التنميذ الفاشل الذي لا يحضر لدروس ولا مذكرات ولا يشتري قتب ولا يذاكر وينام طول الليل ويضيع وقته طول النهار ثم يقول ان يذهب الانتحان متوكلا على الله هذا توكل وهذا ليس من ديدن المسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق التوكل يعني حق التوكل يعني التوكل الحقيقي التوكل القايم على اسباب التوكل القايم على اسباب يعني الذي رأى او كما يقولون الذي رأى رجلا او شابا عند الحرم يدعو الله سبحانه تعالى ان يرزقه ذرية الصالحة الله مرزق من الذرية الصالحة الله مرزق من الذرية الصالحة فلما سأله من بجواري ولا وجده يعني مهتما بمسالة الدعاء هكذا قال له منذ سنة انت منذ كم سنة انت متزوج انت متزوج من كم سنة قال له انا ما تزوجت بعد هذا انسان مثير للضحك يعني وانسان لم يتزوج واطلب الذرية طب خذ الاسباب تزوج واطلب الذرية فالتوكل ان تتوكل على الله حق توكله من اين يأتي هذا التوكل رب العباد لما كنا في حديث سابق ان يجبع خلق الانسان اربعين يوما نطفة ثم اربعين يوما مضغة ثم اربعين يوما علقة وعن يوحي الملك الموكل فيأمره ان يكتب العمر والرزق والشقاء والسعادة فهنا كل الميسر لما خلق له فرب العباد سبحانه وتعالى ان انت في مسألة الرزق لا تضع في ذهنك ان الذي يرزقك عقلك او عملك لا دي اسباب هذه اسباب كان جنة تماما على الباب ادخلوا الجنة برحمتي واختسموها باعمالكم ادخلوا الجنة بالعمل ليس بالعمل بالرحمة وبعدين تاختسموها الدرجات جوا بالاعمال وفروقها فاذا المسألة كلها مسألة رحمة وادلة لو الانسان يعني يتذكر ايام كان جنينا ما الذي كان يرزقه هل علمه هل عمله هل انجازاته العلمية هل 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 لابدا يرزق من محض كرم الله عز وجل فضل الالهي الكرم الالهي رب العباد سبحانه وتعالى هو من محض كرمه وافضاله وجوده ومنه هو الذي يرزق هذا الجنين الذي لا حوله ولا طولة له موجود في رحم الامة عن طريق الحبل السوري ياخد كل الغذاء المحتاج اليه من امه جاهزا ولا فضلات له مجرد ان ينزل من بطن امه ويبدأ سبحان الله في اي طريق سبحان الله ارضاعه او الحليب او اللبن الامه سبحانه ابتده ايه او البديل يبتده سبحان الله العظيم جاهزه الهضمه لها اله ايد الله اين كان هذا في بطن امه سبحانك رب العباد سبحان الله العظيم فزي ما الانسان جنين في هذا العالم الذي يرزق فيه بفضل الله وكرم الله وهذا الطعام السخي الجاهز المهضوم المستخلص من طعام الام فتخيلوا ان الانسان الزوج القائم على امر هذه الحامل والقائم على بعد الامر الله على هذا المولود بعد ذلك او المولودة لو اطعم زوجته حراما او شبها واحد موظف بورتش لا يسير الاعمال الا بما يأخذه من تحت الايه وبعيدا عن عيون النار واحد اخذ ميراث اخوتي وظلمهم يطعم زوجته الحامل حرام او شبها ويدخل هذا الطعام عن طريق الحبل السر الى الولد او البنت اللحم الذي نبت من سحت النار اولى به النار اولى بهذا اللحم ليه لان هذا اللحم كامل الواجب من حقوق المولود او الجنين وامه على هذا الرجل الذي يكسب ان يطعمهم من حلال ودي من شروط يعني مش صحة الزواج اقامة الزواج على امر الله ان يكون الطعام حلالا فمن الطعام حلال الولد نفسه هينزل بفضل الله سبحانه تعالى يعني سوي الاعضاء سوي الفكر سوي الملكات لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يعني امر النبي الناس بما امر به المرسلين يعني ايها الرسل يعني كل من ما رزقناكم حلالا طيبة امر المؤمنين بما امر به المرسلين فانا انا رجل مؤمن من الواجب اطع اكل حلال واطع اولادي حلال يا سعد اطر مطعمك تكون متسجبة دعوة فالذي نفسه محمد بيده ان الرجل لا يقذفه باللقمة الحرام في الجوفه لا يتقبر الله له عملا كذا وكذا او اربعين يوما كما ورد في بعض الاحاديث او عنه او كما قال فهذا الكنز الكبير من كنوز السنة نقلم عن التوكل ولكن للموضوع بقيه ان شاء الله فتوكلوا على الله وعودوا اليه باذن الله بعد هذا الفاصل لنكمل حديثنا ان شاء الله اهلا بكم مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن مع هذا الكنز الاثري من كنوز حبيبنا صلى الله عليه وسلم لو انكم توكرون على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغذوا خماصا وتعودوا بطانا اولا الطير عندما تسبح في جو الفضاء هي خارجة من عشاشها لا تدري اين الطعام اين الشراب اين الرزق فتتوكر على الله لكن في نقطة كلمة تاخذوا دي دي العمل بالاسباب يعني عندما قال رب العباد لامنا مريم وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية هو قضية اعمال قانون السببية يعني هل نستطيع نحن اذا كنا عشر او عشرين او مئة او مئتين ان نهز جذع النخلة لا نستطيع لا نستطيع ان نجعل جذع النخلة يهتز مهما كانت قوتنا ومريم ام المسيح عليه السلام يعني كانت في حالة وضع والمرأة عندما تضع تكون فيه اضع في حالاتها لكن لاعمال قانون السببية امرها ربها ان تهزا الجذع النخلة وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فهذا عمل اعمال السبب هكذا تصنع الطير تغضو خماصا يعني والصياد لا يدري اين السمك في البحر قد يدله او تدله خبرته على ان هذا المكان كثير السمك او هذا قليل السمك او ان هذا فيه النوع الفني لكن ممكن ان يذهب ويبقى بالمدة الطويلة لا يعلمها الا الله ولا يصطاد كما قلنا سمك وحيدة لكن هو يعني اعمال الاسباب ان يذهب تغضو خماصا قال لنا لا تعرف اين رزقها تغضو خماصا يعني تذهب في الصباح وهي ايه حواصلها فارغة مشقول معدتها المعدة للانسان وللثديات لكن الطيور لا حواصل حواصل خضر طير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه الحمزة فالطير تصدع الاسباب يعني والرسول يبين لنا انه لا بد من السبب لا بد من اقامة الاسباب لان الدنيا قائمة على سنن جارية هذه السنن الجارية يجب ان نقوم نحن بها لا يعني لا نعطلها لان الغرب سبحان الله يعني اقام الاسباب فوصل الى ما وصل اليه واجب علينا نحن في بلادنا العربية والاستمعية ان نقيم الاسباب لان الله سبحانه وتعالى عندما امرنا ان نقيم الاسباب اقام هذه الدنيا على سنن جارية فلا تأتي الموضوعات خيالية ولا ضرب عشواء ولا هذا وانما تأتي بتخطير وتنظيم سبحان الله لو توكلون على الله حقا لو انكم توكلون على الله حقا التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغضوا خماصا وتعودوا بطانا يعني طيب قضية التوكل كيف تأتي اول شيء استشعر ذلتي لله وعبوديتي له ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لنبي فهذا المتفائل او هذا الفخور بما عنده يعني يقول ان مما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي دخولي تحت قولك يا عبادي فانت انا ما قلت يا عبادي فانا من هؤلاء العباد كفاني عزا ان تكون ان تربي وكفاني فخرا ان اكون انا عبدك فالعبودية لله الذل لله التطامن الجبهة لله سبحانه وتعالى هذا في موضوع التوكل انا لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا انا لا املك شيء انا الفقير في غناي فكيف لا اكون فقيرا في فقري وانا الجهول في علمي فكيف لا اكون جهولا في جهدي هكذا كان يخاطب ابن عطاء رب العباد في خطابات عظيمة وساعات قلبية روحية جميلة واشراقات ايمانية توكلية يعني يستروحها الانسان ويستنشقها ويشم عبيرها فالانسان سبحان الله في توكله يشعر بذلته لله بحاجاته لمولاه والاغرب من الخيال ان رب العبادة عز وجل يعني شوف الفرق العبد لو اسأله مرة واثنين وثلاثة يبجي يخلق مني حتى لو كان قريبا لي حتى لو كان صديقا لي ربما الابن مع ابي اذا طلب مرة ومرتين وثلاثة وعشر يبدأ الاب في الضجر قل يا ولد اني كنت كل ما رأيتني تطلب مني اتقل لا لكن سبحان الله يعني العبد اذا طلبت انا مرارا منه غضبة ولذلك يؤتى بالذين يكنزون الذهب والفضة ليه تقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم الغني غني اول ما يجد الفقير جاي عليه يقطب جبين يقول يا الله اما جاي يطلب يأول شيء يقطب جبين ثم يعطيه جنبه يعني كده يحيل عنه وبعدين يوليه ظهرة ويقول للادارة والسكرتاريا اللي عنده يعني ارجو ان تصرفوه قبل ان يدخل الي ما في جداع ان يدخل عندي في مكتبي او في غرفات خاصة فبهذا تلسع وتقوى بها هذا المكان الذي قطر في وجه اخيه هذا الجنب الذي اعطاه لاخيه هذا الظهر الذي ولاه لاخيه بعد ان يعني طلب منه فيائسة او غضب من كثرة الطلب القضية القضية ان العبد الصالح سبحان الله العظيم يعني وهو يعلم ان رب العبات هو الذي اعطاه ورب العبات هو الذي يعني رزقه هذا اليقين وهذا التوكل هو ما اعطاه من الواجب يباش عندما يأتي السائل ليه يباش ليه يتنفرد اسالي لان دا لها ينخل زادي الى الاخرة دا لها يحمد هذه الصدقة الى الاخرة دا لها يعطيني توقيع المتصدق عليه يعني هيشهد يومك ان فلان فرج كربي بهذه الصدقة سدديني بهذه الصدقة اشتريت الدواء لولدي بهذه الصدقة عملت المشروع الفلان بهذه الصدقة فهو شاهد بعطائي له وبعطاء الله لي وكرمي لديه رب العبات كريم فكنت انا كريما والله في عون العبد مدام العبد في عون اخي من فرج عن اخيه قرب من قرب الدنيا فرج الله عنه قرب من قرب يوم القيامة من يسر على معشر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة اذا المسائل بهذا المنطق تنطوي تحت عنوان ان يجود الخيرون علينا بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود ولا اجود من الله لا اكرم من الله ولا خير عطاء الا من الله ولا فضله الا لله فالعبد مننا سبحان الله يستشعر عطاء الله في هذا الاب فانا اتوكل على الله حق التوكل سبحان الله العظيم فاعطي وبعدين الثقة المطلقة في ان العبد في توكله يكون مستمد الخير والعطاء من رب العباد عز وجل فعندما يتوكل ينسى مشكلته ليه انا لما اوكل محامي في قضية انسى القضية فيه لما يذكرني يقول ذكر عندنا جلسة اول امس بس احنا وجدناك على صفر فما خبرناك القضية احنا كسبنا القضية في اول درجة احنا كسبنا القضية في الاستئناف انا كسبنا في النقد والتمييز ربما انا قد نسيت ان عندي موعق ديه لان اوكلت محاميا محريرا او ذكيا او عبقريا او عرف عنه الذكاء والعبقرية والانتصار في المحاكم بطريقة عرضه وبحسن ترتيب مستنداته وكلام امام اللجنة القضية او هيئة المحكمة فما بالنا بمن يجعل وكيله رب العباد عز وجل احبة في الله اجعلوا وكيلكم هو الله سبحانه وتعالى القوي وجعلوا وكيلكم رب العباد ثم عودوا الي ان شاء الله رب العالمين بعد هذا الفاصل اهلا بكم مرحبا احبة في الله مرة اخرى ومع هذا الكنز الثري الجميل من كنوز السنة المتحرة فيما يعلمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلون على الله حق التوكل لرزاقكم كما ترزق الطير تغدوا خماصا وتعودوا بطانا ان الله يحب المتوكلين اذا الذي يتوكل على الله الله يحبه لكن يتوكل على من على القادر سبحانه وتعالى لان التوكل هو ثمرة الاسلام ومعنى الاسلام ان تسلم نفسك وامرك لمن هو اقوى منك ولمن هو اكبر منك واذا اسلمت نفسك للقوي القادر فاذا انت من الصادقين المتوكلين على رب العباد فاذا توكلت انسى الموضوع الذي يعني اوكلته لله لان الله سوف يقضيه لك على الطريقة التي يريد لا على الطريقة التي تريد وفي الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تريده أنت هذا هو فقه التوكل ان العبد لما يكون صدق توكله على رب العباد سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعني يكلأه بعنايته ويستحفظ ملائكته ويحيطه برعايته ويكون مددا له خير مدد فانه لا مدد الا من الله ولا عطاء الا من الله ولا فضل الا من الله ولا كاشف للغم الا الله فانا لما اتركع بس انا اعمل الاسباب اخذ الولد للطبيب او اذهب انا اذا كنت مريد للطبيب يطلب مني فحوصات معينة واشعات معينة وتحاليل معينة عملت الاشياء دي وبعد المختبرات ما تظهر نتائجها نذهب للطبيب لكن في كل هذا في اول الامر واخره انا وضع في ذهني ان الشافي هو الله وان المعافي هو الله وان هذا الدواء قد يصلح او قد لا يصلح يصلح اذا وضع الله سر الشفاء فيه ولا يصلح اذا سلب الله سر الشفاء منه فانا عندي ثقة ويقين واذا ذهبت الى الطبيب بولدي او بالزوجة او بنفسي في حالة مرضية معينة ادعو الله سبحانه وتعالى ان يرزق الطبيب فهما لتشخيص المرض تشخيصا سليما ثم يشخص او يضع رب العباد فضله على ذهن هذا الطبيب ان يشخص او يكتب الدواء السليم ثم ادعو الله ان يضع السر او سر الشفاء من عنده في هذا الدواء لان فيه عشرة مرضى في نفس العنبر في نفس الغرفة ثلاثة منهم ما شاء الله ربنا عافيهم والسبع الاخرين المرضي ازاد عليهم نفس الدواء نفس الطبيب هنا وضع سر الشفاء في هذا الدواء وهناك سلب سر الدواء من هذا سر الشفاء من هذا الدواء الله اراد لهذا شفاء فيسر له ان وفق الطبيب للجرعة الصحيحة للدواء الصحيح للسر الشفاء في هذا الدواء ونزعت هذه الامور من الدواء الاخر فلم تحدث ايه نتيجة فالانسان هو يتوقل على الله حق التوكل اذا يعمل الاسباب المتاحة له ولذلك العلماء يقولون ان انا لو عندي عمل يقتضي عشرة خطوات عشرة خطوات وانا لا املك منها الا ستة اعمل ايه اتوقف قالوا لا انت اعمل الستة اللي في استطاعتك ورب العباد سوف يكمل لك الاربعة فورا ليه لانك طرقت اخر ما عندك من اسباب اما يجيب المضطرة اذا دعاه انت مردت روحت للطبيب عايز تبني بناية روحت اللي بتاع المقاولات والهندسة انت عايز تعمل قضية روحت للمحامي وهكذا فكل واحد انا ادليت بالاسباب وتوكلت على الله حقا التوكل هنا يأتي رزق الله بتفريد الكرب وتيسير الامر واذالة الاسباب وفتح الابواب لان الله سبحانه وتعالى ليس كميته شيء وهو السميع الرسول وهو اقرب العبد من حبل الوري بس المهم اطلق انت السبب وادعو رب العباد سبحانه وتعالى وذا انت طلقت السبب ودعيت رب العباد يبقى انت صنعت السنن الجارية فاذا صنعت السنن الجارية كان من نصيبك سنن خارقة ان لم تصلح السنن الجارية يجي لك يعني ايه كرمات يعني ما يسمى بما يقترب من المعجزات ويقول لك واحد يا اخي مريض بداء عجيب جدا ومجرد ان يا اخي شارب ماء زمزم بنية صافية ربنا اعزان برض الله اكبر مصدق والله واحد كان مريض جدا وعندين راح ايه قالوا والله انا عندي يقين ان داو مرضاكم بالصدقة راح تصدق على كذا يتيم وكفر كم يتيم وراح مجلس عرف انفق على ايه وراح جبل الفقراء بتوع المدرسة الفلانية واشترى لهم الزين مدرسي وحقائب المدرسية ووزع لكل واحد مية ومتين فدعوا له بالخير فربنا الله يبقى اذا الانسان يتوكل بهذا المنطق احد الصالحين كان يسكن بجواله رجل فاسد الخلق فلما مات رجل هذا السيء الخلق فقالوا للعالم ده تعالى صلي عليه فبصراحة يعني يعني قال يعني يصلي احدكم هذا الرجل الصالح وعالم مصري قديم في القرن الثاني الهجر اسمه ابو ايوب استختياني رضي الله عنه قال لا 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 يصلي احدكم فلما دفن الرجل ابو ايوب رأى في الرؤية هذا الرجل الذي مات وكان فاسد الاخلاق فاسد الملكات يرتع في الجنة قال يا الله ما الذي جاء بك الى هنا قال يا ابا ايوب لو كنت انت ممن يملكون خزائن رحمة ربي اذا لا امسكتم خشة الانفاق وكان الانسان قطورا ابو ايوب استيقظ ارسل زوجته الى زوجة المتوفة قال ابو كنزوجك يعمل يعمل قال ابدا كما كنتم ترون الا انه كل ليلة الجبعة يجمع يتامى الحي شوفوا الله صدق التوكل في عمل الخير يجمع اليتامى بتوع المنطقة ويطعمهم بيده ويمشع على رؤوسه ويقول ادعوا لعمكم عسى ان يغفر الله له الله انا لا احب ان الناس الذين يوزعون الجنة والنار على الناس هؤلاء الناس مجانين لا نحبهم ولا نحب ان يكونوا بأوننا ما فتيح الجنة والنار بيد الله فقط وفيش حد متحدث رسمي باسم الملة الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله كده اخذ العلم من الكتاب والسنة ومن علماء الربين المشهودين المشهود لهم بالوسطية والاعتدال في الفكر والقول والفتية اما نشطح يمنة ونشطح يسرة لا نريد شطحات ولا نطحات نحن نريد يعني لا نريد طائفة تشطح ولا طائفة تنطح نحن نريد وسطية تنصح بعد ان نتوكل على رب العباد سبحانه وتعالى لو توكلتم او لو توكلونا على الله حق توكله حق توكل يعني ايه يعني لما اتوكل على الله انسى المشكلة ا ribs اتوكل على الله واصير قلقا اتوكل على الله واصير مذعورا اتوكل على الله واصير متوجس الفكرة ان اتوكل على الله واترك ويادي عمزة بالضبط الطفل اللي نرميه في البحر في حمام السباح وعنده شهور يفضل سبحان الله بالقوة بمحاولة حب الطفل للحياة يتحرك كما تتحرك سبحان الله عزكم الله الكلاب في الماء ويصل إلى بر السلام فالتوكل عن الله ده ده يعطي العب قوة يقين لا يعطي أسبابه يطلق الأسباب ولكن مع رب العباد عز وجل فأنا قلت أن عمل معين يحتاج إلى عشر خطوان أنت لا تملك إلا ستة اعمل الستة ورب العباد يأتيك بالأربعة الباقية وتجد للأمر يعني انتهى أفضل مما كنت تحب وأفضل مما كنت تفكر لكن العباد اللي هم عندهم قلق وأرق وتوجس وتوتر عصبي ده ما يعرفوش التوكل ده ده متوكل على عماله أول ما البورصة مش عارف في لندن تغلق على سعر كذا في أسهم كذا يا الله البورصة بتاع نيويورك وجهد يعينها على الشاشة أعصابه متوكل ده يعرف التوكل ده قيس ضغطه تلاقيه 400-500 أنا ما رأيش فيه ضغط 400-500 ولو أنا جاهل بهذه المسألة لكن ربنا يشف كل مرة وتجد قيسله حارة السكر حارة كمية سكر عجيبه لا يابني الله أرزق بالله ورسقك جاي وانت ليس هذا هذا أمر ليس في يدك انت خلاص روحت ضربت بالحلال في أسهم حلال واترك الأمر لا هو متابع البورصة وده طلع من مش عارف ما فاصلة كذا ودنز الفاصلة كذا ولا إله إلا الله هل هذا من المتوقرين هذا من المتوجسين أنا أريد أن أقول إن العبد المؤمن الصادق صدق توكله يقوده إلى اليقينيات يقوده إلى الثقة بالله يقوده إلى سبحان الله راحة البال يقوده إلى الطمأنينة يقوده إلى نفس المطمئنة أما النفس القلقة المتوجسة الخائفة من الغد الإنسان عنده قلق وعنده أرق نفسي والقلق أرق النفس ده ده لا ينتج ده مشوش الفكر خائف من الغد والمؤمن لا يخاف من الغد لأن أكبر نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على أهل الجنة أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يخاف من المستقبل ولا يحزن على الماضي هذه نعمة الجنة فمن عاش في الدنيا بهذا المنطق عاش في جنة الدنيا أنا لا أخاف من الغد إن كان الغد بإذن الله من أجلي سوف يتيني رزقي وإن كان الغد ليس من أجلي أنا لا أحمل هم رزق غيري وإنما أحمل هم لقائي بالله سبحانه وتعالى حيث يسألني عن صغير الأمر وكبيره أحبتي في الله هذا حديث عظيم وكنز جميل من كنوز السنة المطهرة لو سرنا به لاسترحنا وأرحنا اللهم أرحنا من التدبير فما قام به غيرنا لنا لا نقوم به نحن لأنفسنا ولا تنسونا من صالح دعائكم نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستطيع الله هدينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر